موسيقى 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 السلام عليكم سوفيان رئيس جمعية الباجين نحن اليوم بقرية أنفقاي اللي هي في إقليم الحوز نواحي من ركش فهذا القرية هاجي كنشتغل على واحد المبادرة اللي هي مبادرة القرية النموذجية واللي من خلالها نحاول إن شاء الله نفروض أهم المرافق والمقويمات العيش الكريم اللي يقدروا يحتاجوا على سكان هذا القرية هاجي بداية بجينا بالمؤسسة الفرعية اللي كنا هنا في الطوار اللي كانت تكون من جوج جو الأقسى حاولنا أننا نقوم بإصلاحات من ناحية السبغة والزين جيلها وكذلك تجهيز جيلها بمكتبيات زائد كذلك السقف اللي وفي حالة يرتالها قمنا بإعادة جيل ترميم جيله من ناحية تقيف بالزليج وكذلك المراحل لمؤسسة ثم من ضمن المرافق اللي خدمنا عليهم في المبادرة هذه مبادرة القرية النموذجية خدمنا على إصلاح المسجد واللي كيتكول مسجد الرجال وكذلك مسجد النساء وخدمنا كذلك على المسيد المسيد اللي هو المكان اللي كيحفظوا فيه الأطفال جول القرية يحفظوا فيه القرآن وكين في حالة متضهورة جدا قمنا بإعادة البناء جيله يعني استغنينا على البناء الأقديم وخدمنا على بناية جديدة اللي الحمد لله في الأشواط النهائية جيلها كذلك موازة مع الأعمال هذو كين قافلة طبية وهذه القافلة الطبية يعني متكونة من جميع التخصصات تقريبا كين طب العام كين طب جيل المرأة والطفل طب الأسنان قمنا بفحوصات كانت تدخلت في معظم الحالات من بينهم النساء الحوامل وكذلك كان عندنا فحص جيل الأسنان وتوزيع فرشة الأسنان ومعجول الأسنان على الأطفال والساكينة كذلك كانت عندنا الصيدلات وحاولنا نوفر جميع الأدوية تقريبا اللي غادي نحتاجوهم والحمد لله يعني كان نجح نقدرون نقوله مية في المية يعني شفنا جميع الناس من جل القرية استفدوا من الخدمات الطبية السلام عليكم نحن كجمعيات ننفقين للتنمية القروية كان أحبوب هاد المبادرة اللي دارت جمعيات البديل وكان شكرهم بزات على الإصلاحات اللي داروا في إصلاح للنسيد وإصلاحات في الجامعة والمدرسة إصلاح المدرسة من الطاولات وإصلاح السقف على حسب الخطرة كتكون عندنا بزافة فوقيت تشتوى واستفدونا الفحوصات الطبية منهم العيالات حاملين وكما تعرفوا سبيطار عندنا بعيدة بواحدة خمسين كيلومتر باش بايد علينا سبيطار وكاينين الناس الكبار في السن اللي ما قدوش يمشيو الله يزاديهم باخيرة يمشيو الطالة والدار يدوزوا لهم وكايعطيوهم الأدوية وكاينشكرهم أيضا على اللي بيرا اللي حفرنا واخرنا ما جابش الله التسير ولكن غايعودوا إن شاء الله يحفروا في بلاسة أخرى ما ساعدناش الحظ ولكن كانت مننا ومن الله التوفيق وكنشكروا المحسينين اللي ساهموا معهم من بي المشاكل اللي حاولنا أننا نحلوها في هذا القرية هذه اللي هي قرية أنفكاي هو مشكل ديال الماء أو الماء الصالح للشرب اللي كيكون عندهم عدام ديال الماء في خلال فترة ديال الصيف وكذلك في الفترة الشتوية كيكون تلجي يعني كي تجمد هذا كل ما اللي كي يجمعه في واحد الشارج فقررنا أنه يكون الحل هو أننا نحفر واحد لبير لكل ماء دياله دائم والحمد لله بجينا يعني قمنا في هاد الخطوة هاجي وحفرنا لبير بعمق مية وخمسة الأمطار أزياد من مية وخمسة ديال الأمطار لكن للأسف يعني ما جابش الله في هاد العمق هادا إن شاء الله غادي نحاولوا في الأيام الماجية القريبة غادي نعودوا نحفروا بير آخر إن شاء الله في مكان آخر ونتمنى والله التوفيق في أننا نتوفقوا في إيجاد الماء إن شاء الله في هاد المكان هادا كذلك نبغي ونشيروا لواحد المبادرة اللي قام بها الأخ فاريد مرغد اللي هو مصور صحفي في خلال المبادرة كان كي ياخد صور جميلة للأطفال بطلب منهم طبعا يعني الأطفال كي يجوا عند المصور كي يطلبوا منه ياخد لهم صور من بعد هاد المبادرة قام يعني المصور الجميل ديالنا والفنان قام يعني إخراج هاد الصور هدي بطبعه وإحنا اليوم إن شاء الله جينا باش نزعوا للأطفال الصور ديالهم ونشوفوا ردة الفعل ديالهم من بعد ما شافوها وكانت يعني ردود فعل جميلة الأطفال يعني يعجبهم المبادرة وعجبهم يشوفوا راسهم بهذا الشكل وكانت هدي أول من هاد النوع أنك تاخد صور الأطفال ديال القرى النائية وتصورهم ونبعد نجيب لهم الصور جيالهم يعني في حلة ورقية اللي يحطفوا بها من بعد كذلك في الختام نبغيون نشكروا يعني جميع المحسنين اللي يساهموا معنا في هاد المبادرة اللي هي المبادرة القرية النموذجية ونبغيون نشكروا كذلك السلطات المحلية من دوبية وزارة الصحة ومن دوبية وزارة التربية والتعليم اللي يعني مهدوا لنا الطريق ورخصوا لنا جميع جميع الإمكانيات باش تتم هاد المبادرة على خير كل شكر للأستاذات ديالة فرعيات أنفقاي اللي هما اللي أعطونا الدعوة أننا نجيوا لهذا الطوار هذا ونشوفوا الحتياجات ديالهم يعني نبغيون نشكروا الأستاذة اللي وبنا والأستاذة سكينا وكذلك شخصي المدير سي عبد الرحيم نشكره جزيل والتشكر على الاستضافة جياله وعلى يعني فتح أبواب المؤسسة للقيام بهذه الباديرة وشكرا ما تنسوش تابونا وفلاشين وتأكتفيوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبخيس وتفتاجيوا مع أصحابكم